ليبيا رياضية اهلا وسهلا بكم تسويبه ولكن صافره وخطه حلو الكرة اللعبة المرور من فرص شليك والتسديده صعبه 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 وخطه لمصلحة فريق سويحلي نشاهد التنفيذ مما ندكت الاحتياط لفريق الخمس في هذا اللقاء في انتظار التنفيذ بسام هي لعب الكرة من جديد باتجال غنيبي بالصدر ولا اروع هي الكرة باتجال بوستها يفتح اللعب عمر عربي عمر مر مشي عمر عربي هي الفرصة حكم اللقاء اعتقد خطه خطه انضر بن جزاء ما دعا لنا حكم اللقاء هنا اللي عادة كان في مكان مناسب جدا تحسب لسيد محمد المجبري امام الكابيتانو محمد شنينة او علي شنينة عفو اذا السافر وخطه من جديد فانتظار التنفيذ التسويب ولكن بعيدة الا في كرة اولى لمصلحة تسويحلي عن طريق تسديدة عبدالله بن خليل وكرة تانية لمصلحة فريق الخمس بتسديدة عن طريق محمد الغنيمي ترفع الكرة مرة تانية بالرأس تعود من مصدق العمامي في منصف الميداء عن طريق عمر عربي عمر مشي عمر مر عمر عربي مع الحشاني تجد القلاب القلاب يراوغ يموه القلاب يصوب ولكن مرت غريبة جدا من القلاب شوف الكرة والتسويب الكرة من جديد في الانطلاق والمحاولة عن طريق فاي السعد يلعب كرة طويلة بالرأس لمن تكون عبدالله بن خليل ياخدها مرة تانية سي دي بي إبراهيم المونتر إبراهيم المونتر من جديد إلى في دور إبراهيم يمكن تعود إلى الجانبية سلامات تعود الكرة من جديد في رأس شليك الانطلاق وانتو بشكل مميز يمشي سريع يمشي الخطير يمشي شليك يمشي تمانية العرضية من يقابل هي الكرة التسديدة والتسويبة من سويبل بوش الإعادة والانطلاق يشوف في رأس شليك لعبة العرضية باتجاه البوش يعني بالبونت سويبل بوش سد انطلاق عن طريق عمر يمشي لقليبة 27 على الجيال يمنع لقليب من جديد الانطلاق يزيد في السرعة لمن تكون لمن تقول لمصلحة فريق السويحلي عن طريق فريس شليك يلعب الكرة حشاني حشاني العرضية من يقابل بالرأس ولكن مرت مرت مفيش متابع لمن ستكون الغلبة في هذا اللقاء الخمس أم السويحلي إذن في الانتدار هناك الركنية ترفع عن طريق عمر عليبي سوبروص ولكن التدخل في مرة أولى التانية سيدي بي من يقابل ولكن تقابل السافرة محمد المجبري طارق الجمل والتدخل في اللحظة الأخيرة الحشاني بوبكر يمشي 27 في انتدار التنفيذ حشاني يلعب الكرة نابي كايتا يمشي لأعجيل لأعجيل إبراهيم ولكن تقطع الكرة ترتد وتعود من جديد لمصلحة الحشاني العرضية لكروس من يقابل طارق الجمل يقطع الكرة طارق الجمل ولكن تطول وتعود للركنية لمصلحة فريق فريق السويحلي السعود لفريق السويحلي 99.000 كان من هذا الملعب والفوز على أملتر هنا بهدف مقابل لشي تلعب الكرة العرضية التسديد يا السلام يا السلام معاذ صغير يفتتع التسجيل بيسرية والأروع لمصلحة فريق السويحلي وللأهداف معاذ صغير بوللأهداف باليسرية تكون في شباك فريق الخمس هدف مقابل لشيحلي من الإعادة الإعادة والكرة التي رفعت من ناس كحول كما جاءت على الطير اللي تحسب لمعاهد في هذا الهدف فريق الخمس أمامنا بالفعل لولا الأوراق الخمسة عشرين حمودة مخلوف موليد 1996 ثلاثة نقاط كما قلت مهمة لكل الفريقين تعود الكرة من جديد طريق سند دوفان يمشي السند مرة تانية التسويب ولكن بعيد الكرة الخمس لازالت عن طريق طارق شمال لفيدور طارق يلعب كرة طويلة على الجيال يومنا باتجاه عمر العربي ولكن تطول تطول وتعود إلى أحضان علي شنين حراب يشيل اللافي من جديد يلعب الكرة باتجاه طارق جمال تستخلص الكرة تعود لمصلحة فريق السوح للتسديدة ولكن محمد اللافي متفطن أمامنا محمد المجبري يشيل أربع دقائق كوقت بدل ضايع لمصلحة أربع دقائق كوقت بدل ضايع تعود الكرة من جديد يمشي محمد مخلوف على الجيال يومنا مخلوف العرضية يطلع كرة التسويب حلوة الكرة صعبة من جديد ضاعت ضاعت فرصة التعديل صعبة الكرة التي كانت الانطلاق و التسرب الذي كان حلوة الكرة من محمد مخلوف والتسويب من أعمر العربي هنا الكرة هنا الانطلاقة محمد مخلوف الانطلاقة رفع رأسه بشكل مميز للـ 25 تطلع كرة مع القادم من خلف عمور العربي التصويب هنا لعادة هنا عمور العربي التسديد التي كانت شنينة بيطرف الأسابع وأيضا القائم عاونك يا شنينة على دي الكرة والتاني من عمور العربي يمشي التبعيد إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق حلابش حلابش من جديد يلعب الكرة حلابش حلابش كرة من جديد لمصلحة محمد مخلوف محمد مخلوف يمشي حمود يسلم في منصف الميدان باتجاه طارق الجمل ممكن آخر الدقائق في هذا اللقاء لعب الكرة طويلة كانت تبشي للغنيمي لكن تعود الكرة من جديد وفي هذه لاوينة محبي متتابعي الدوري اللي بالممتاز حكم اللقاء سيد محمد المشبري يعلن عن انتهاء اللقاء وفوز